خبر غير سار لللبنانيين الحاملين جواز سفر مجدد بخط اليد فابتداء من العاشر من الشهر الحالي ستندهي صلاحيته هو قرار صادر على المديرية العامة للأمن العام تنفيذا لقرار منظمة الطيران المدني الدولي الصادر عام 2013 والقاضي بمنع استعمال جوازات السفر المجددة بخط اليد أو التي تتضمن مرافقين وعلى الرغم من توقف الأمن العام عن تجديد أي جوازات بخط اليد أو منح أخرى مع مرافقين خلال العام 2015 فإن المشكلة الراهنة تكمن بحاملي جواز سفر مجدد لمدة خمس سنوات بخط اليد إذ يتدرت عليهم عبء جديد يتمثل بضرورة تجديد جوازهم بشكل فوري لأنه لم يعد صارحا مصدر في وزارة الداخلية أفاد تلفزيون مستقبل أنه سيعمم على شركات الطيران ضرورة التأكد أثناء استقبال حجوزات السفر من مطابقة جواز السفر المواصفات الجديدة وإن العمل جار على إبلاغ جميع المعنيين بالقرار الجديد ووفق المعلومات فإن حامل الجواز المجدد بخط اليد لن يسمح له بالمغادرة ابتداء من العاشر من الشهر الحالي وقد يواجه مشاكل في المطارات العالمية أما فيما يتعلق بالرسوم التي ترتبت عن المواطنين الذين جددوا جوازاتهم بخط اليد قبل العام 2015 فهي لن تسترد ويتوجب عليهم دفع رسوم جديدة فإذا كنتم من حملة جواز السفر المجدد بخط اليد فأمامكم أربعة أيام للتوجه إلى أقرم مركز للأمن العام لاستصدار آخر جديد قبل التفكير بالسفر لأن ما تحملونه لن يعود صالحا للاستعمال ترجمة نانسي قنقر